السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير وفي اسعد حال وفي اتم مساحة في الحقيقة انا النهاردة بتكلم معاكم بالفيديو ده بخصوص الازاعة وحبي وارتباطي بالازاعة من فترة طويلة جدا فيه ناس بتسألني وبعد تالي على الخاص هو انت بيتقدمي برنامج في التلفزيون ولا في الازاعة وايه دخل الازاعة بالتلفزيون في الحقيقة انا فعلا قدمت برنامج موسم كامل الموسم الاول من برنامج سر السعادة مع زوزو في التلفزيون على قناة بانوراما دراما وانا دلوقت حاليا في اجازة بفصل بين الموسم الاول قبل ما استعد وادخل على الموسم التاني زي موضحت لحضراتكم في فيديوهات سابقة اني انا بزلت مجهود مكسف في الموسم الاول وانا تعبت نظرة للظروف الصحية ولكن باخد راحة وان شاء الله يعني استكمل تاني الموسم التاني وجاري الاستعداد لتجهيزه طبعا ده بفضل دعوتكم وتشجيعكم ودعمكم الجميل لي لكن الازاعة ده يعني ده العشق بقى انا في الحقيقة انا بحب الازاعة اكتر من التلفزيون من زمن الزمن ومن زمان من فترة طويلة من اكتر من 20 سنة ارتباطي كبير بالازاعة وكل اللي كان بيجي في الازاعة كانت قناة الشرق الاوسط وقناة الصوت العرب قناة ام كلسوم طبعا ام كلسوم اغلبنا او كلنا شبه عارفين ان كانت ازاعتها بتبدأ من الساعة 5 وتنتهي الساعة 10 طبعا كانت بتبدأها بسيدة الغناء العربي كوكب الشرق ام كلسوم باغنية لها وبعد منها بقى يجي عبد الوهاب موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب مع حفظ الالقاف طبعا استاذنا الكبير وفريد الاطرش وعبد الحليم ونجات ووردة وشادية وفايزة وكلهم وتبدأ الساعة 9 تختم بقى ام كلسوم سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق ام كلسوم باغنيتها تنتهي الساعة 10 بصراحة الزكريات جميلة اغلبنا عاشها في ازاعة ام كلسوم وكمان ازاعة صوت العرب و ازاعة الشرق الاوسط و ازاعة الاغاني وحاجات جميلة جدا مرتبطين بيهم وعلى رأسهم طبعا ازاعة الكرآن الكريم عشان ما كنش نسيتها ويقى يعني بتمثل ليا برضو شئ كبير وارتباط كبير جدا بحبها وبعشاقها والفضل في حب لها كان بابا الله يرحمه كان كل حياته وكل عشته في ازاعة الكرآن الكريم وكان يردد ورا المقرئين ويعرف المقرئين كلهم وكان الله يرحمه يختبرنا ويعمل مكافأة ليه والاخواتي اللي بيقرأ الكرآن ده اللي يعرف مين اللي بيقرأ الكرآن الشيخ مين لمكافأة وكان يكافئنا بالفعل لما نردد معاه ونقول له مثلا ده الشيخ المنشاوي ده الشيخ عبد الباصل ده الشيخ مصطفى اسماعيل من حبنا للإزاعة وحبه وارتباطه بإزاعة الكرآن الكريم يربي يجعله في مزان حسناته إن شاء الله إزاعة صوت العرب دي بقى العشق كله أنا بعشقها فعلا بعشقها ويمكن أنا من فترة كنت عملت حلقة ببرنامج أغاني وعجباني اللي كلنا نعرفه ومرتبطين بيه وبنحبه وبنسمعه طول حياتنا وليه ذكريات كبيرة وكتيرة معانا كلنا برنامج أغاني وعجباني في الحقيقة مدام ذكرت إزاعة صوت العرب يبقى لازم أذكر الأستاذ علي الكنيسي الإعلامي الكبير الفنان المتمكن ماسك الإعداد كله في إزاعة صوت العرب طبعا الشكر كل الشكر لي تحية شكر وتقدير وإجلال لفريق الإعداد والأستاذ علي الكنيسي الإعلامي الكبير والدكتور الكبير الأستاذ علي الكنيسي وهو كان صاحب الفضل في أني أنا أطلع في برنامج أغاني وعجباني وأقدم الحلقة دي مجددا بشكر حضرتك أستاذ علي كل الشكر والتقدير لحضرتك حضرتك إنسان خلوق ومحترم جدا وزوء أصول عريقة طبعا محدش ينسى الأستاذ حمد الكنيسي طبعا ربنا يبارك في حضرتك ويقدرني وكان ليه الشرف إن أنا حضرتك دعتني في مسبيره في الإزاعة في اتحاد الإزاعة والتلفزيون في مسبيره وروحت تصورت الحلقتين حلقة بتاعة برنامج أغاني وعجباني والحلقة اللي اتزعت مبارح برنامج عزيز على القلب كان ليه الشرف يا فندم اتشرفت بحضرتك وتشرفت بستيديو إزاعة صوت العرب وليه الشرف إن كل بصمة ولو بسيطة في إزاعتكم دمت بخير يا فندم مزيد من التقدم والإزدهار والنجاح لحضرتك ومجددا بشكر حضرتك بس سوء الفيديو خلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي